السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار ده معدنا مع كتاب من أكثر الكتب اللي أثرت فيها وغيرت في حياتي وكتاب رواع الصراحة اسمه فن البسوطة لذومنيك لورو هو بس الكتاب يقول لك فكر هل حاجة دي انت محتاجها ولا لأ فكر إيه اللي بيعقد حياتي إيه اللي العناق دوت إزاي يكون أكثر سعادة هل أنا عند كل حاجة دي هيخليني أكثر سعادة إزاي عيش حياة سعيدة في قاعدة بتقول كل ما تبقى فيه بساطة في الحياة كل ما يكون الموضوع أبصد بكتير يعني الكاتبة كانت عاشة في أمريكا ومولودة في أمريكا وأمريكية بس ظهرت حديقة يابانية فعجابها الموضوع في فراحة سفرت في اليابان وعد عشرات السنين هناك فبتقول لك إن الياباني في خمس دقائق لو عايز سفر رحلة طويلة بيأخذ الحجاب بتاعتي في خمس دقائق يعني هو مش معقد أمور مش إحنا لأ احنا هاخد المرتبة يمكن ما نليش مرتبة في الفندق أنا هاخد خمساشر فوطة حتى في الجواز يقول لك العفش خمسين فوطة ليه يعني ضم اتنين لازم قودة أطفال ولازم قودة كذا ولازم شقة ولازم المهر ولازم حنة ولازم بتخش في حاجات كتيرا بتعقد الحياة مع إن البساطة اللي هو اقتناء قليل هيخلي فيه مكان لحاجات أهم وحاجات أساسية فالبساطة الجميلة بإنها بيبقى فيها أروقة أو حاجات حلوة قوية إنما الحاجة اللي عندنا كل حاجة ونحتفظ بها ملاش أي لازمة خالص ده بالعكس ده بيفقرك فخلي عندك مادة في البساطة ان انت تحفظ بالحياة الأساسية بس دي دي حتى التقاريد السوفية أو الإسباراتية أو يعني ان انت تفكر في ازاي تبسط حياتك تمام ما تعودش تعقد حياتك وبمعاني حاجة كثيرة جدا وانت مثلا كلما تروح مشوار واخد معك خمس ست سبع شنط والوزن كام قبل ما تسافر الطيارة انا باخد معها بس شون انت قدر بطلع بعض الطيارة الوزن 45 كيلو مش عايزهم يعني الحاجات اللي الاية هنا موجودة في مصر وموجودة في أي دولة هسفرها يعني فرفضك اللي ترني ده بيخليك خفيف خليك خفيف وددر فأي حاجة عندك في البيت مثلا ندوم بارك كثير من البستاش تبرع بيها عندك أدوات كثيرة في المطبخ تنزل عنها سيبيها لأي حد مثلا محتاجها الحاجة الزيادة دي ممكن وداها مستشفى دول مسنين انت بش هتخسر بالعكس هتستفاد وناس كثيرة هتدعيلك وهتلاقي ان البيت بقى فاضي وبقى واسع كيانا كشتريت قضاء اكبر ويعني فيه مصمم معماري بيقول اللي هو لكو بزيه الفسحة والنور والنظام ده اللي بحتاجه الانسان عشان يعيش زي حاجته للغذاء والسرير يعني فرانك لويد رايد كان بيقول اللي بيتعمل جيد بيخلي الواحد يبصلي كويس فباش بالكطرة بان ان انت تعمل حاجة بسيطة ومفيدة وتستمتع بها حاجة تحبها باش مجرد ان الناس مبهورها بحاجة انا هجابها عشان تبقى عندي فلازم البساطة هي حاجة حلوة وجميلة ومناسبة ما بنقولش ان انت هتبقى لبك كله فاضي لا انت هتستخدم بس حيات اللي انت محتاجها كورس انت محتاجه معين فيه مثلا كنبة محتاجها بس ما تبقى ش عندك لازم املى شقة ولازم لا خلي الموضوع بسيط هتلاقي نفسك مستمتع يعني ما تعالش في البيت مثلا تقول لا انا هجيب حاجات مزخرافة وحاجات صنع وغالية وبتاع اهل حاجة اللي تستخدمها اللي تعيش الصلبة الحاجة اللي انت هتستخدمها كتير ولو انت عايز حاجة مزخرافة بروح كل في فندو مثلا تستمتع بيها كل كم شهر كده ولا حاجة وفيه مثلا انجيزي بيقول لك المسافر الفقير هو اللي بياخد كتير شرط معاه خليك خفيفة حتى الجانب على الطوط اليوم هي عشان انت واحد تطالع بيها احنا بقى عندنا لازم ناخد معانا 60 كيلو ونتخانب معهم على الوزن ولازم تعدوها وكذا كده واهم حاجة عشان تعيش سعيد ان انت ما تستدنش ما تستلفش على قد الحافك ما ابعد عن الكريد الكارت ان انت تسحب فلوس وانت معاكش رصيد لا ابعد عنها لان انت هتخش في قصص ما تشتيش حاجة بالاست ابدا حاول تتجنب موضوع الاست ده نهائي ما تقبلش حاجة انت بش محتاجها في الشقة عندك وفي حياتك اي حاجة انت بش محتاجها اديها لغيرك ممكن يكون محتاجها اديها لحد ثاني اي حاجة انت بالكتير ما استخدمتش سنة مثلا ارميها فكر ايه الحاجة اللي انت محتاجها يعني فقدر مثلا لقدر الله حصل حريقة في البيت هل كل حاجة انت محتاجها تاخدها من تخرج ايه الحاجة اللي انت بش محتاجها وتنزل عنها ايه الحاجة اللي انت بش محتاج انت تشتريها الحاجات اللي انت بتحبها ممكن تصورها عندك صورة حفظ بها وتتنزل عنها لو انت حاس انت بتستخدمهاش تمام اي حاجة انت يعني زيادة عن لزوم حسنا عندك عشرين اميس عشرين كذا حاس ان انت برع بعشرة فيهم رباني اكرمك داي خلوناك في جنة ان شاء الله خلي عندك بس الحياة الضرورية حياة البسيطة ما تعقدش الامور وانت بتشرش الحياة بس انت محتفزها متعوش تحتفز بالحياة اللي علي بالفرغة والكياس والحاجات ديات حاول تبسط على ده ما تقدر اعمل قيمة كده بحاجات اللي انت مش محتاجها الحاجات اللي انت محتاج انت تشتريها مثلا انت بعرف اي الحاجات بحيث مسشيش حاجة انت مش محتاجها لمجرد انها عجبتك فدي بعض النصائح هتمنى انها تنفعكم الكتاب جمل جدا في ملحوظات كتير جدا وفي افكار حلوة هتمنى انت تقروا واتمنى انه يعجبكم